موسيقى نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها الصين تكتشف جليدا قابلا للإشتعال أعلنت الصين للمرة الأولى أنها تمكنت من استخراج كميات كبيرة ممادة تشبه الثلج من أعماق بحر الصين الجنوبي الأمر الذي عده كثيرون مدخلا إلى إمدادات الطاقة المستقبلية واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية هذا الخبر الصحي القراءة تؤدي إلى تغييرات في الدماغ أظهرت دراسة أجريت على شابات أميات أن تعلم القراءة بعد سن البلوغ يحفز النشاط الدماغي ويحول الدماغ بدرجة أكبر من المتوقع ويعمل على إعادة تنظيم دماغية تتمدد إلى البنى العميقة للدماغ نتحول وإياكم مشاهدين إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها مركبة فضاء تكتشف أعصير وأنهار من الأمونيا على المشتري قال باحثون أمريكيون إن مركبة فضاء تابعة لناسا اكتشفت أعصير ضخمة وأنهار من غاز الأمونيا تخرج من أعماق كوكب المشتري صحيفة البيانة الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم أبل تقدم 260 دولاراً حوافز لترك هواتف أندرويدا أطلقت شركة أبل الأمريكية قسماً جديداً في موقعها الإلكتروني تحت عنوان سويتش مخصص لمستخدمي الأندرويد الذين قد يرغبون في التحول إلى نظام آي أو أس يوفر سويتش حوافز نقدية تصل إلى 260 دولاراً لاستخدامها كأتمان من أجل شراء آيفون جديد والتخلص من هواتف أندرويد